الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوا عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية قال أن الحكومة بتواصل جهدها لتبسيط الإجراءات الضربية تنفيذا لطلبات المستمرين وقال كمان أن الحكومة بتعمل على كل الاتجاهات علشان تهيئ مناخ الأعمال يكون أكثر جاذبية وأكثر تنفسية خذونا نتابع الحقيقة القانون التاني وهو القانون الهام جدا ويخص المشروعات اللي بنقول عليها مشروعات صغيرة هو المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضربية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه أي عمل حجم عمله في السنة ما يتجاوز 15 مليون جنيه حيتمتع بمجموعة جبيرة جدا من الإعفاءات والحوافز اللي تشجع هذه المشروعات الصغيرة ومشروعات الريادية وريادة الأعمال أنها تنطلق وما تكونش خايفة من أي محاسبات ضربية وبرضو حترك لمعالي الوزير أن هو يتكلم شوية على هذا الموضوع القانون الأخير هو تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضربية القائمة وده طبعا اللي إحنا كنا بنتكلم عليه إن يتحط بقى لكل المنازعات السابقة آلية إن إحنا نخلص منها بصورة نهائية وده لوحده حيبقى كان مطلب كبير جدا من كل الممولين وكل المواطنين والمستثمرين المنازعات الضربية السابقة أرجوكو حلها لنا والحمد لله النهاردة مجلس الوزراء أقر هذه القوانين اللي أنا بعتبرها إنها نقلة كبيرة جدا 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 الشيء جيد وبرده معنىش بقى أنا حخطف المبادئة من معالي وزير المالية إن إحنا برضه في خلال أسبوعين حنيجي نعرض على احتراقكم تعديلات مهمة جدا في قانون الضريبة العقرية وتبسيط قانون الجمارك وده كان مطلب آخر للمستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وبالتالي إحنا بنتحرك على كل الملفات اللي وعدنا بيها عشان نخلي المناخ الأعمال أكثر جاذبية وأكثر منافسة بالمقارنة باللي بيحصل من الدول المختلفة وإزاي مصر تحتل مكانة رائدة في الإقليم بتاعنا